توترات متسارعة تشهدها منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن بسبب الهجمات المتصاعدة ضد الصفن التجارية العابرة إلى إسرائيل من جانب جماعة الحوثي التي أكدت أنها أقدمت على تلك الخطوة للرد على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة الاستهداف المتكرر للصفن التجارية بالمنطقة دفع عددا من شركات الشحن العالمية لتحويل مصاري صفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حيث أصدرت شركة الشحن الطيوانية يان مينج تعليمات لصفنها بتغيير مصارها خلال الأسبوعين المقبلين لتجنب تعرضها لأية مخاطر الشركة الطيوانية لم تكن الوحيدة حيث قررت شركة شحن الحاويات إيفرغرين التوقف مؤقتا عن قبول البضائع الإسرائيلية وتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر مؤكدة أنها سوف تتابع الوضع في المنطقة عن كثب وستجري بعض التغييرات لضمان سلامة صفنها الهجمات المستمرة من جانب الحوثيين استدعت تحركات سياسية وأمنية دولية لحماية الملاحة في المنطقة التي تمثل ممرا استراتيجيا عالميا حيث قامت الولايات المتحدة بتحريك حاملة الطائرات أيزنهاور إلى خليج عدن لمواجهة تلك التهديدات كما أعلن كبار مسؤوليها عن تشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في المنطقة والحفاظ على سلامة الممرات التجارية العالمية ترجمة نانسي قنقر